موسيقى نشطة مفسرة للأخبار نسهلها بالعنوين في ختام جولته الخليجية عبداللهيان يدعو إلى آلية للحوار والتعاون مع دول المنطقة ويكشف عن طرح مبادرة لإنشاء منتدى يجمع الدول المطلة على الخليج الكريملين يقول أن بوتين على اطلاع بكلام قائد مجموعة فاغنر ويتم اتخاذ الإجراءات الآزمة المغرب يعلن تاج إلى منتدى النقب ويعز ذلك إلى الأجواء السياسية غير المؤاثية وإلى مشاكل في جدول الأعمال اتسع رقعة القتال في أنحاء السودان مع نشوب اشتباكات في أندرمان والقرطوم ودارفور وكردوفان الدول الغنية تتعهد تخصيص مئة مليار دولار لمكافحة تغير المناخ في الدول النامية بختام قمة المثاق المالي في باريس أهلا بكم أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في ختام جولته الخليجية أنه أجرى مباحثات إيجابية جدا وبناءة تبعث على الأمل لجميع الدول المطلة على الخليج وقال عبداللهيان في منشور على إنستجرام بعد زيارته قطر وسلطنة عمان والكويت والإمارات إن طهران رحبت بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع بين وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج وكذلك طرحت أو طرحت مبادرة لإنشاء منتدى إقليمي للحوار والتعاون بين هذه الدول التي ستعلن تفاصيلها قريبا يطرح إقرار مجلس النواب الأمريكي مادة ضمن إطار مناقشات ميزانية الدفاع للعام المقبل لتوفير أنظمة دفاع جوية لقوات البشماركة الكردية في إقليم كردستان العراق يطرح علامات استفهام كثيرة ولسيما حول عودة واشنطن إلى اللاعب على وتر انفصال الكرد في الإقليم وربما في مناطق أخرى الولايات المتحدة تعتزم تسليم أنظمة دفاع جوية لمقاتلي البشماركة الكرد في شمال العراق حيث أقرت الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي تعديلا بهذا الشأن عضو الكونغرس الجمهوري دون بيكن الذي طرح المادة على التصويت أكد أن الإجراء حظي بدعم قوي من الحزبين وقال بيكن إنه سيوجه الإدارة الأمريكية لإعداد وتنفيذ خطة عمل لتدريب وتجهيز قوات البشماركة الكردية وقوات الأمن العراقية للدفاع ضد هجمات الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة بحسب تعبيره إقرار مجلس النواب الأمريكي المادة ضمن إطار مناقشات ميزانية الدفاع للعام المقبل يأتي بعد الكشف عن تزويد واشنطن قوات قصد بصواريخ هيمرس وبأسلحة نوعية جديدة بحجة مساعدة القوات الكردية على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة يرى البعض أن الخطوة الأمريكية تجاه الكرد ما هي إلا تاريخ طويل من العلاقات المتأرجحة بين الجانبين بدأت منذ الوعد الأمريكي للكرد بالاستقلال وفق معاهدة سافر عام عشرين من القرن الماضي على الرغم من الخطوة الأمريكية تجاه الكرد يقول الأكاديمي في جامعة هاواي باسيفك الأمريكية براين جيبسن في مقال سابق نشرته مجلة فورين بوليسي إن لواشنطن تاريخا طويلا من التخلي عن الكرد تسارعت وثيرة الحركة السياسية الساعف العراق للدخول في التنافس الانتخابي بعد تحديد موعد الانتخابات المحلية ولسيما بين القوى والأحزاب الناشئة والتقليدية لكسب أكبر عدد من المقاعد في تلك المجالس محمد الفهد الانتخابات المحلية في العراق على ما يبدو ليست تجربة تقليدية هذه المرة في ظل وجود قوى الناشئة انتقلت من مرحلة الشارع ورفض وجود مجالس المحافظات إلى الانغماس في العمل السياسي لكن في المقابل تسعى الكتل التقليدية إلى أثبات حضورها عبر خوض غمار الانتخابات على نحو منفرد أو بتحالفات قد تكون جديدة سوف نقيم من خلال هذه الانتخابات ثقل هذه القوى السياسية من ثم إذا ما أردت أن تدخل بإتلاف معين سوف تدخل ضمن موازين ونتائج انتخابات المحلية أنا أعتقد سوف تكون هناك لن نشهد هناك أي اتلاف بحده أو بعينه وإنما سوف تكون القوى بشكل منفرد في هذه الانتخابات الانتخابات التي تجرى في 15 محافظة مع عدى محافظات إقليم كردستان العراق في الثامن عشر من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل يتوقع أن تحدث تغييرا واضحا في الخارطة السياسية فالأحزاب والتيارات تسعى إلى كسب النزال الانتخابي على نحو منفرد وإلى السيطرة على القرار التشريعي داخل مجالس المحافظات تاليا وصولا إلى منصب المحافظة هناك إنجازات للحكومة السيد محمد الشعب السوداني هذه الإنجازات أعتقد أنها قد تفيد أو قد تدفع ببعض الكتر السياسية إلى مرحلة كبيرة جدا أنه تعيد الثقة بينها وبين الجمهور وهذا يعني أن هناك قد تكون هناك مشاركة أوسع مما كانت يعني ترتفع لزمة المشاركة في الانتخابات ووفق الدستور العراقي فإن مجالس المحافظات تتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة تتيح لها إدارة شؤونها وشؤون المحافظات وفق مبدأ لا مركزية العراق على موعد مع أول انتخابات محلية منذ عقد من الزمن الجديد فيها تنافس القوى الناشئة والتقليدية لكسب الأصوات وإدارة المجالس المحلية للمحافظات التي ستكون على تماث مباشر مع اهتمامات المواطنين وقضاياهم محمد الفهد بغداد الميادين أعلن لكريملن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اطلاع بما قاله قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وأضاف الكريملن أنه يتم اتخذ الإجراءات اليازمة في الوقت الحالي وقال المتحدث باسم الكريملن ديمتي بيسكوف أنه تم اطلاع بوتين على كل الأحداث المحيطة ببريغوجين الجيش الروسي نفى قصفه مواقع لمجموعة فاغنر في أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية أكدت في بيان لها أن اتهامات قائد فاغنر يفغيني بريغوجين غير صحيحة البيان شدد على أن الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشان ضربات مفترضة شنتها القوات الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاغنر شب العسكرية لا تتفق مع الواقع وتشكل استفزازا وكان قائد فاغنر قد اتهم الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا ما أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصرها أكد المتحدث باسم كريملن ديمتي بيسكوف أن خطر انتشار أسلحة النيتو الموردة إلى أوكرانيا في جميع أنحاء العالم أمر حتمي وقال بيسكوف أن الأسلحة الغربية المقدمة إلى أوكرانيا تبيعها بالفعل مجموعات إجرامية مختلفة في أوروبا نتحدث عن خطر بيع الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا إضافة إلى مجموعات إجرامية مختلفة في أوروبا وما إلى ذلك هذه عملية حتمية فكلما زاد عدد الأسلحة التي يتم توفيرها لأوكرانيا حيث لا يمكنها تحديدها بالشكل المناسب أو تأمينها أو توفير الأمن لها كل هذا محفوف بتهديدات كبيرة للأمن الإقليمي وعلى نطاق أوسع للأمن العالمي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قال أن الولايات المتحدة وحلفاء في النيتو يسعون إلى توسيع وجودهم في آسيا الوسطى باتروشيف في الاجتماع الأول ليؤمناء مجالس الأمن بصيغة آسيا الوسطى وروسيا أشار إلى أن برنامج أو برامج البنتاجون البيولوجية قد تكون مواجهة نحو إنشاء فيروسات توجه عنصريا بدوري أشار مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكن إلى أن الغرب واهم كثيرا في اعتقاده بأنه سيدمر روسيا بقوة السلاح وقال ناريشكن أن العواقب الوخيمة لهذا الوهم العميق يشعر بها اليوم مسلح القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة من الدول الغربية الذين يقتلون على نحو جماعي على الجبهة من أجل مصالح الأوساط الحاكمة في واشنطن وعدد من عواصم دول النيتو على حد قولها روسيا تعلن أنهاء اختباراتها على مفاعلات مسيرات بوزايدن النووية فما هي مميزات هذه المسيرات وكيف سيكون تأثيرها في توازنات العالم فرح عمر أهلا بكم بعد طول انتظار روسيا تعلن عن جهزية تشغيل مسيرات بوزايدن النووية بعد إنهاء الاختبارات عليها فما هي هذه المسيرات التي شاغلت الغرب منذ لحظة الإعلان عنها تعود تسمية كلمة بوزايدن إلى إله البحر في الأساطير الإغرقية القادر على إحداث الزلازل والعواصف البحرية وهو ما يتماشى مع مميزات مسيرات بوزايدن الروسية التي كشفت عنها موسكو تم الكشف عن بوزايدن للمرة الأولى عام 2018 حينها أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مدى بوزايدن غير محدود ويعمل بأضعاف سرعة أي صواريخ أخرى يمكن لبوزايدن الإبحار تحت الماء بشكل مستقل بين المحيطين الهادئ والأطلسي والتحرك بسرعة تزيد عن مئة كيلو متر في الساعة وبعمق ألف متر ما يجعل اعتراضه أمرا صعبا قوة سلاح نهاية العالم الروسي تصل إلى مئة ميجا تون الأمر الذي يجعله أقوى الأسلحة النوكة في العالم ويمكن استخدامه في سهداف القواعد البحرية وتدمير حاملات الطائرات وتستعد روسيا لضم غواصة بيلغورود النووية التي تحمل توربيدات بوزايدن إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية خلال العام الحالي الأمر الذي أثار قلق ناتو والولايات المتحدة فزيادة القدرات النووية الروسية مع تقدمها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا يزيدان من قدرة موسكو على حسم المواجهة مع الغرب الأطلسي لمصلحتها فهل يكون لبوزايدن أو كما يصفه الإعلام الغربي بسلاح يوم القيامة دور في تغيير التوازنات العسكرية العالمية أعلن الجهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على خمسة أشخاص حاولوا تهريب كيلوغرام من مادة سيزيوم المشعة إلى خارج البلاد وبحسب بيان الجهاز الأمني الفيدرالي فان المجموعة كانت تنوي تهريب المادة المشعة إلى الخارج لإنتاج أسلحة دمار شامل والاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بهدف تشويه سمعة روسيا والأضرار بمصالحها أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تأجيل اجتماع وزراء خارجية منتدى النقب لما يسمى بدول اتفاقيات أبراهام والذي كان مقررا أن يعقد الشهر المقبل بوريطة أرجع التأجيل إلى مشكلات في الجدول الأعمال والأجواء السياسية غير المواتية مستنكرا هجوم قوات الاحتلال على مخيم جنين وتوسيع للسيطان ويضم المنتدى الذي تأسس في العام الماضي كمنصة للتعاون متعدد الأطراف بين مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والمغرب والإمارات والبحرين حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور بشدة وقال تورك في بيان تلاه متحدث في إفادة صحفية بالأمم المتحدة إن العنف الذي وقع هذا الأسبوع في الضفة الغربية المحتلة ينذر بالخروج عن إطاق السيطرة وطلب المفوض الأممي إسرائيل بأن تلتزم في تصرفاتها القانون الدولي وقال أن الضربات الجوية على جنين تمثل تصعيدا كبيرا في استخدام الأسلحة يرتبط عادة بالأعمال العدائية المسلحة وطلبت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل لمحاسبة مرتكبي الجرائم من المستوطنين الإسرائيليين الذين شنوا هجوما على بلدة تورموسعية بالضفة الغربية وفي بيان قالت البعثة أن ممثل الاتحاد زار بلدة تورموسعية مع ممثلي أكثر من عشرين بعثة دبلوماسية للتضامن مع ضحايا لجمات التي وقعت حيث تفقد المنازل والممتلكات المتضررة نحن هنا لإبلاغ عواصمنا بما يحدث علينا أن نوصي باتخاذ إجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى ليس هناك شك في أن إسرائيل بصفتها القوة المحتلة ملزمة حماية أرواح الفلسطينيين وحرمة ممتلكاتهم لكن لم يحدث شيء من هذا عندما جاء المستوطنون إلى هنا حيث لم يكن هناك أي محاولة لمنعهم ودانت حركة حماس تدنيس المستوطنين المساجد وتمزيقهم نسخة من المصحف الشريف وحرقه في قرية عريف مؤكدة أن هذا السلوك يمثل استفزازا لمشاعر كل أبناء الشعب الفلسطيني حماس وصفت ما حدث بالتصعيد الخطر للحرب الدينية التي تشنها المؤسسات الصهيونية محملة لاحتلال ومستوطنيه المسؤولية عن تداعيات هذه الحرب وطلبت بموقف واضح من مكونات الأمة الإسلامية الرسمية والشعبية والمؤسسات الدينية تجاه ما حدث حركة الجياد الإسلامي دانت بدورها اعتداء المستوطنين على نسخ من المصحف الشريف وقالت أن هدك الحرمات المقدسة امتداد للعضوان بحق الشعبين وأنه سيزيد من لهيب المقاومة الحركة رأت أن هذا التصعيد الإجرامي الخطر يعكس رغبات العدو المجنونة في شعل حرب دينية حزب الله وصف الأعمال التي أقدم عليها المستوطنون في قريتي عريف وترمصعية بالعمل الإجرامي الذي ينتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية ورأى حزب الله أن تدنيس المستوطنين المساجد وأحراقهم القرآن الكريم تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة إلى الأمتين العربية والإسلامية مضيفا أن التطول على كتاب الله يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس معتقدات الناس وعباداتهم كما دانت الخارجية الإيرانية هجوم المستوطنين على المساجد وتدنيس القرآن الكريم وتدمير منازل الفلسطينيين المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني قال أن جرائم الإبادة اليومية بحق الأطفال والنساء والشعب الفلسطيني الأعزل تدل على عدم التزام الكيان الصيوني بأي خطوط حمر في الاعتداء على المقدسات الدينية وحقوق الإنسان مشيرا إلى أن صمت الأنظمة الغربية ودعمها للاحتلال يجعلانه أكثر جرأة في سلوكه الوحشية ودان وزير الأوقاف المصرية محمد مختار جمع اعتداء المستوطنين واصفا ما حدث بالإرهاب الذي ينال من حرية الإنسان في اختيار معتقده وعرب وزير الأوقاف عن أماله بأن يتنبه العالم والمؤسسات الدولية لخطر الاعتداءات الصيونية المتكررة على المقدسات الدينية وأن يجري تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا من دون تمييز أو انتقائية وازدواج في المعايير هذا وأقام المستوطنون الإسرائيليون بؤرا استيطانية جديدة عديدة في الضفة الغربية المحتلة في تحدي للدعوات الدولية لوقف مثل هذه المشروعات وقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه منذ أمس الخميس جرى اكتشاف بؤرين السيطانية عديدة لم تصرح السلطات ببنائها في أنحاء الضفة الغربية هدكو حرمة مساجد تمزيق نسخ من القرآن الكريم وأحراقها سيارات محروقة نوافذ محطمة بيوت تأكلها النيران هي بعض من مشاهد الأضرار التي خلفها اعتداء المستوطنين على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد أعمال الشغب وأعمال الانتقام من قبل المستوطنين في قرية ترمسعية من السهل رؤية الأضرار الكبيرة التي لاحقت بالقرية منازل وحقول زراعية وسيارات كلها أضرمت فيها النيران وفي مشاهدات تعيد إلى الأذهان اعتداء المستوطنين على قرية حوارة وقف الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية موقف المتفرج من هذه الاعتداءات ما يطرح تساؤلات عما إذا كان الأمر يتعلق بنمط وقرار من القيادة العليا الإسرائيلية ولسيما عندما يتكرر الإخفاق نفسه لعشرات السنين مع تسجيل ما يزيد على 450 اعتداء ضد فلسطينيين منذ مطلع هذا العام فقط الغضب الفلسطيني الكبير كان من الجيش الإسرائيلي الذي وجه قوته ضد الفلسطينيين الذين تجري مهاجمتهم لا ضد المستوطنين واللافت أن لا معتقلين في هذه الحوادث في الأيام الماضية ومنذ العملية في عيلي رأينا سلسلة هجمات عنيفة بمشاركة عشرات وأحيانا مئات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي اعترفوا بالفام الملآن بالحقيقة وقالوا نحن لم ننجح في إحباط الهجمات العنيفة التي نفذها اليهود أو على الأقال في إيقافهم عند مدخل القرى الفلسطينية وهذا فشل كبير من جانبنا وفي موازات اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين التي قابلها بلوغ البناء الاستيطاني في الضفة مستويات غير مسبوقة مذ عام 2020 مع إصدار 13 ألف ترخيص بناء في الضفة في غدون ستة أشهر فقط يستمر السجال والنقاش في إسرائيل بشأن شن عملية عسكرية واسعة ضد المدن الفلسطينية حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 48% من الإسرائيليين يدعمون هذه الخطوة قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل بشأن أنباء عن تعرض أمريكيين للخطر في الضفة الغربية هذا وأكد المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي أن بلاده لا تؤيد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي لقد كنا واضحين في أننا لا ندعم أي نشاط استيطاني إضافي سياستنا فيما يتعلق بالمستوطنات لم تتغير ولن تتغير وكنا دقيقين جدا في نقل ذلك مباشرة إلى المسؤولين الحكوميين في إسرائيل لا يمكنني التحدث عن تعليقاتهم أو لماذا يدلون بأقاويل معينة من الأفضل أن يوجه سؤال كهذا إليهم يمكنني أن أخبر بأن سياستنا بشأن المستوطنات لم تتغير ولن يحدث تغير فيها نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بنكفير دعوته المتجددة لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة وخلال زيارته مستوطنة عفيتار دعا بنكفير إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية متوجيا إلى المستوطنين بالقول اذهبوا إلى التلال واستوطنوا هناك كما دعا إلى تنفيذ عملية عسكرية ولهدم المباني مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستعيد فيها إسرائيل الأمن بحسب تعبيره أغلق العشرات من أهالي مدينة الطيبة في الضفة الغربية مفرق الجلمة احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق الإسرائيلية وبعد صلاة الجمع انطلقت تظاهرة رفع فيها المحتجون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن كما طالبوا الاحتلال بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين نظمت الحركة الإسلامية في الأردن اعتصاما لدعم المقاومة في فلسطين المحتلة مؤكدة أن المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة الاحتلال المتظاهرون رفعوا العلامة الفلسطينية وطالبوا بضرورة دعم المقاومة على الصعود كافة وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايله أن المقاومة اليوم تفرض معادلة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي عنوانها الردع هذه المسيرة اليوم عنوانها دعم المقاومة في فلسطين دعم المقاومة في الضفة الغربية هذه المقاومة البطلة اليوم تفرض معادلة جديدة في الصراع مع الكيان الصهيوني هذه المعادلة عنوانها الردع هذه المقاومة اليوم تفرض معادلة عنوانها الاستقلال الفلسطيني ومشروع تحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر اليوم كما سارت المقامة في غزة باتجاه صناعة الردع مع الكيان اليوم المقامة في الطفة الغربية تصنع معادلة جديدة عنوانها ردع هذا الاحتلال حتى زواله بإذن الله تعالى منعت الرياض الثاني من الدبلوماسيين الإسرائيليين من الدخول إلى مراسم استقبال إن أقامها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس كجزء من عرض ترشيح السعودية للصدافة مؤتمر إكسبو 2030 وقال موقع والا الإسرائيلي إن القرار السعودية بمنع دخول الدبلوماسيين الإسرائيليين بالرغم من دعوتهم رسميا قد يكون بمثابة رد فعل من جانب الرياض على سياسة الحكومة الإسرائيلية في الموضوع الفلسطيني فاصل ونعود أهلا بكم الجديد يتسع نطاق الحرب السودانية المستمرة منذ شهرين في أنحاء البلاد مع نشوب اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مناطق وتردد دوي الضربات الجوية وانفجارات الصواريخ المضادة للطائرات خلال الليل في أمدرمان والخرطوم لكن القتال اشتد أيضا خلال الأيام القليلة الماضية في عدة مدن إلى الغرب من العاصمة في منطقتين دارفور وكردوفان الهشتين وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور انهارت الهدنة مع وقوع اشتباكات بين القوتين في مناطق السكانية قررت حكومة جنوب السودان أغلاق حدودها مع السودان لاعتبارات أمنية مع استثناء حركة عبور النازحين مصادر أشارت إلى أن قرار الإغلاق جاء على خلفية تقارير أمنية ومخاوف جوبة من انتقال الحرب إليها إلى ذلك بدأ سكان مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كوردوفان جنوب غرب السودان بالفرار من المدينة مع تصاعد المواجهات ما يهدد بفتح جبة أخرى من المواجهات في البلاد أكدت تونس رفض القاطع البيان الذي صدر عن المفاوضية السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن تراجع تونس في مجال حقوق الإنسان وفي بيان قالت الخارجية التونسية أنه حري بالمفاوضية الأممية تحر الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع داعية للاحترام إرادة واختيارات الشعب التونسي وتطلعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن محاولات التدخل في شؤونها الداخلية والتأثير في سير القضاء فيها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بس انتهاء الأشغال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لتركيز الغرف في البرلمانية الثانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم في ضوء الدستور الجديد بالنسبة لنا الموعد الانتخابية القادمة عنا أولوية توا وفما موعد دوري معلوم راهو لكن ما زال بكر عليه شوية من حيث التحذير له اللي هو موعد الانتخابات الرياسية ولكن الاولوية توا هي تركيز غرفة برلمانية الثانية يعني توا كل هذا العمل راهو مش فقط لتنظيم الانتخابات المحلية على هميتها ولكن راهو الانتخابات المحلية هي خطوة أولى في اتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي هو مؤسسة دستورية تشريعية يعني غرفة ثانية برلمانية تمارس صلاحيات مشتركة مع الغرفة الأولى اختتمت قمة باريس للمناخ التي حملت عنوان من أجل ميثاق مالي عالمي جديد وصدفتها العاصمة الفرنسية بحضور رؤساء دول وحكومات مع تحقيق بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تحدث في ختام القمة عن تعهد متأخر بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية وأشار إلى إجماع تام بين الحاضرين على ضرورة إجراء إصلاح عميق للنظام المالي العالمي معلنا عقد اجتماع ثاني في باريس بعد سنتين لمتابعة هذه القضايا من الواضح أننا نركز بشدة على الحرب في أوكرانيا وهي في صلب اهتمامنا لكن ينبغي أن لا يحدى ذلك من التزامين المشترك تجاه القضايا التي تمثل جوهر جدول الأعمال الدولي كالمناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة عدم المساواة والتعليم والصحة والمواضيع الأخرى أيضا وأعتقد أنه لا يمكننا معالجة كل هذه القضايا من دون الدول الرئيسة الكبيرة لذلك كانت هذه القمة مهمة جدا بعدما باتت العنصرية والطبقية قاعدة مستشرية في المجتمعات في كل بقاع الأرض فان أحداث الأيام الأخيرة في البحار تكشف كيف تنعكس هذه الظاهرة في الممرات المائية التي تجسد بأوضح الصور واقع عدم المساواة العالمية عندما غرقت سفينة تايتاني قبل نحو مئة عام قضى أكثر من ألف وخمسمائة مسافر في المحيط المتجمد معظمهم مسافرون على الدرجة الثانية والثالثة فيما كان لدى ركاب الدرجة الأولى فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة فحتى من بين الغرقة كان هناك من يستحق أن يجري إنقاذه وآخرون لا يثير راحلهم أي مشكلة لكثيرين بعد أكثر من قرن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه قارب على متنه سبعمائة وخمسون شخصا يغرق قبالة اليونان المئات ما زالوا مفقودين حتى الآن لم تستجب أثنى لنداءات الاستغاثة إلا بعد أربع وعشرين ساعة كارثة لم تلفت انتباه العالم إلا عبر طعاط أعلمي خجول وبعض التصريحات الباهتة حتى الممارسات على متن القارب كانت تفيض بالعنصرية عندما بدأ بالغرق جرى توزيع ركاب وفق جنسياتهم بعضهم احتجزا في العنبر وآخرون تجمعوا على السطح حيث فرص النجاة أعلى بعد ذلك بأيام غواصة يفقد الاتصال بها كانت في مهمة سياحية على متنها خمسة من أغنى الأثرياء دفع كل واحد منهم 250 ألف دولار ثمنا لمشاهدة بقايا سفينة تايتانيك في جولة خاصة تأهب العالم كله والإعلام تجند جرى استنفار طائرات استطلاع كندية ومتطورة لمسح مساحة في شمال المحيط الأطلسي تزيد على 13 ألف كيلومتر مربع هذا إضافة إلى شركات خاصة من ست دول شاركت في البحث في الحالتين كان المصير المؤسف للأشخاص الموت لكن الفارقة في الاستجابة الدولية للحادثتين لاجئون يقضون بالمئات في البحر المتوسط ولا من يسأل الدول الأوروبية تساوم عليهم وتستخدمهم ورقة سياسية قوارب المهاجرين تترك أسبوع في عرض البحر وتمنعها الدول من الرسو في موانئها في دليل جديد على أن حياة الأشخاص تقاس عند البعض بالمال والنفوذ وأن العنصرية والطبقية هما القاعدة طلبت المفاوضية العليا للاجئين بإجراء تحقيقات محايدة ومستقلة بعد غرق قارب يقل 750 مهاجرا في المتوسط قرابة المياه الإقليمية اليونانية خصوصا بعد نشر تقارير أعلامية أوروبية تواجه أصابع الاتهام للبحرية اليونانية بتعمد عدم نجدة ركاب القارب قبل غرقه لقد أصدرنا بيانين صحفيين بالفعل بالاشتراك مع منظمة الهجرة الدولية وقد أعربنا عن مخاوفنا الجادة بشأن ما رأيناه من التقارير ومن الشهادات أما ما يتعلق بالتحقيقات الجارية فعلينا أن نتركها تدير عمليتها ونرى ما هي النتائج لكن يجب أن يكون التحقيق محايدا ويجب أن يكون مستقلا وعليه تحديد الظروف التي أدت إلى هذه المأساة الفضيعة والخسائر المروعة في الأرواح التي رأيناها وبالطبع يجب أن يغطي جميع جوانب الحادث مع تحديد الالتزامات المحتملة فنحن أمام أخطر حادث من هذا القبيل في البحر الأبيض المتوسط منذ سنوات عديدة اتامت منظمة العفو الدولية إسبانيا والمغرب بالتستر على عدم التحقيق في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليليا العام الماضي عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن السلطات الإسبانية والمغربية لم تواصل إنكار أي مسئولية فحسب بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة أيضا وتامت منظمة العفو الدولية السلطات بعدم بذل أي محاولة لعادة جثث الضحايا وعدم تقديم لائحة بأسماء القتل وأسباب الوفاة انسحبت السعودية من السباق لاستضافة نيائيات كأس العالم في المئوية الأولى لأهم مصابقة رياضية الملف المشترك مع مصر واليونان سيتأجل ونقاط القوة ستصب في الملف الأيبيري المغربي المنافس بقوة لمشروع أمريكي جنوبي الحلم السعودي باستضافة كأس العالم أرجع إلى ما بعد عام 2030 المملكة الثرية كانت تخطط لاحتضان الحدث الرياضي الأهم بنسخته الرابعة والعشرين بالمشاركة مع مصر واليونان في خضم منافسة قوية مع ملف إسباني برتغالي مغربي وآخر أمريكي جنوبي ربعي يضم الأرجنتين والتشيلي وبالاقوي وأوروغوي صحيفة ماركا الإسبانية كشفت أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تواصل مع المعنيين في اليونان ومصر لإبلاغهم بالانسحاب بسبب قوة المشروع الإسباني والبرتغالي والمغربي المدعوم بقوة تفوق مئة صوت من الاتحادين الأوروبي والأفريقي تأجيل المخطط قد يهدف أيضا إلى دعم طموح المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 وهو عام سيتزامن مع تتويج جهود رؤية السعودية 2030 التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان الإنسحاب السعودي سيصب حقما في مصلحة الملف الأيبيري المغربي لكونه سيكسب أصوات إضافية من القارة الأسيوية ولسيم الدول العربية إسبانيا والبرتغال تبدوان جاهزتين حيث تمتلكان البنى التحتية القوية والملاعب الفارهة والأسيمة في العاصمتين مدريد والإشبونة المملكة المغربية باشرت الخطط التنفيذية للاستضافة رئيس الحكومة عزيز أخ النوش ترأس في الرباط أول اجتماعا للكطاعات الوزارية المعنية بالملف تم استعراض المعطيات حيث سيتم تحديث ستة ملاعب في العاصمة الرباط وأجادير وفاس ومراكش وطنجة وتشييد ملعب جديد في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بسعة تصل إلى نحو مائة ألف متفرج يدرك الأوروبيون أن انضمام البلد العربي إلى الملف المشترك سيضاعف إمكانية الفوز بتنظيم أول مونديال في قرتين مختلفتين وسيتم الإعلان عن هوية الملف الفائز في أيلول سبتمبر 2024 حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام هي رحلة الذنب المغفور الواجب على كل من استطاع إليها سبيل من المسلمين فماذا عن أركان الحج وواجباته؟ تلبية يرددها حجاج بيت الله الحرام ضمن واجبات فريدة الحج بدءا من الإحرام إلى رمي جمرة العقبة يسعى الملايين من المسلمين في شتى أنحاء الأرض لتأدية فريدة الحج التي فرضها الله على المسلم البالغ العاقل إذا استطاع إليها سبيل وفي أغلب الأوقات يؤدي المسلمون فريدة الحج مرة وحيدة في العمر نظرا لتكاليفها الباهظة ولكن ماذا عن أركان الحج وواجباته؟ تتمثل أركان الحج في الإحرام الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي أما واجبات الحج السبعة فهي الإحرام من المقاط المعتبر للحاج الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا المبيت بمزدلفة حتى ما بعد منتصف الليل والمبيت بمينة ليالي أيام التشريق ورمي الجمرات مرتبا والحلق أو التقصير وطواف الوداء والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن كطواف القدوم والمبيت بمينة ليلة عرفة والاتباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية والصعود الصفى والمروى قسم أهل العلم مواقع الحج إلى فترة زمانية هي شهور المحددة للحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وتحديدا من أول شهر شوال حتى العاشر من ذو الحجة اكتشاف أثري جديد في مدينة الرستان السورية لوحة فسيفساء نادرة وصفت بأنها لا هم على مستوى العالم وخبراء الآثار يرجحون أنها تجسد أحدى المعارك ضمن حرب طرواضة محمد الخضر في الرستان شمال حمص خبراء الآثار السوريون يكملون التنقيب ويرممون لوحة فسيفساء نادرة يزيد عمرها عن 1600 عام إنها عودة للاكتشافات النوعية التي تنهي مرحلة قاسية على الآثار السورية تعرضت خلالها آلاف القطع للنهب والتدمير كما تعيد الألقة لأعمال التنقيب في مئات المواقع التي تشكل جزءا من تاريخ سوريا والمنطقة تفاصيل جديدة ضمن لوحة فسيفساء نادرة جرى اكتشافها في الرستان بدأت الحكاية قبل أشهر بالعثور على فسيفساء تعود إلى العصر الروماني في أحد بيوت المدينة تعرضت اللوحة للتخريب من جراء محاولات المسلحين تهريبها إلى الخارج أجريت عملية ترميم أولية واستكملت بالكشف عن أجزاء جديدة لللوحة التي تتحدث عن حرب الأمازونية بين طروادة والأغريق هذه اللوحة ضخمة ومهمة جدا ونحن لا نتوقع بأن وجود هكذا لوحة ضمن منشأة فقيرة غالبا هذه اللوحة تنتمي إلى منشأة ضخمة ومعقدة ومضاف لها العديد من الأبنية الملحقة خصوصا أننا هنا في الرستان التي هي مملكة أريسوزا القديمة نحن هنا بالقرب من تل المدينة أو ممكن نقول الأكروبوليس خبراء الآثار في سوريا يصفون الاكتشاف بالنادر استنادا إلى حجم ما يقدمه من تفاصيل عن تلك الفترة التاريخية ضمن عمل فني بديع وعن دور الرستان التي شكلت مملكة أريسوزا بحسب النصوص القديمة في القرن الرابع الميلادية نادرا لأنه لم يحصر على نموذج منها أولا وثانيا لأهميتها من أن الأسطورة ممثلة بشكل واقعي وثالثا نادرا بن حيث المشاهد الفنية ومشاهد التفاصيل عندما تقرأ قصة أو أسطورة تكون عبارة عن رواية لكن اليوم أنت تشاهدها مشاهدي إضافة إلى الرواية أعمال التنقيب ستستمر تحت منزلين وشارع لمعرفة ما تخبئه الأرض من لقا أثرية تكمل رسم المشهد الحضاري في المنطقة وترجحات ببناء متحف فوق اللوحة بعد انتهاء التنقيب محمد الخضر من الرستان في حمص الميادين شارك أكثر من 250 طالبا وطالبة في معرض المتميزين التقني طلاب من المستقبل الذي احتضن نتاج عام كاملا من التدريب والدراسة وتكلل بإنجازات حملت حلولا وابتكارات من شأنها أن تخدم فئات اجتماعية وخصوصا من يعاني من آثار حصار غزة وسام العشي مشروعنا بختص فئة دولة عقل بصرية هلأ اجت فكرة مشروعنا لما كنت صغيرة كاني لصديقة بتعلي من فقل البصر فإحنا الزميناتي بتكرنا هي النظارة الذكية أو العين الذكية هدفها أنها تساعد الكفيف يتخيل المحيط من حواليه فعندك ثلاثة أزرار الزر الأول بيعملوا وصف بسيط الموديل الثاني بيقرأ له الناس وبيترجم له إياه لأي لغة بده إياه ثالث شغلة موديل شاجي بتي بتقوله أن باستخدام هذه الشغلات اللي تم توليدها بالذكاء للصناعي لوصف صورة والليد لوصف يوصف صورة للشخص اللي انولت عامة بحيث أنه يقدر يتخيل الصار حواليه الشاجي بتي بيضلع برجعنا وصف تقريباً 95% دقيق مشروعنا هو علبة الدواء الذكية هلقيت العلبة بنكون جواها الدواء إحنا بنضبط الموعد لما يجي موعد تناول الدواء سيضيء باللون الأحمر وسيرن الجرس ليعرف أنه حان موعد تناول الدواء وسيرسل إشعار للجهاز المربوط بالعلبة من خلال تطبيق التليجرام أنه حان موعد تناول الدواء معرض المتميزون 23 هو محطة مهمة في شغف الطلاب اليوم في تنافس كبير بين هذه المشاريع بين هذون الطلاب ليتم اختيار في كل مجال مجموعة من المشاريع أو الفرق اللي فازت وتأهلت عنجزت مشاريعها حفظت على فكرة معينة بتناسب مجتمع معرض الجزائر الدولي تظاهرة اقتصادية تستخطب ستمائة وخمسين مؤسسة من ثلاثين بلدا تتطلع الجزائر عبر هذا المعرض إلى إبراز جودة المنتج المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي ورفع حجم الصادرات لكسب رهان الانضمام إلى منظمة البريكس معرض الجزائر الدولي أكبر حدث اقتصادي تشهده البلاد استقطب أكثر من ستمائة وخمسين مؤسسة من ثلاثين بلدا بحثا عن فرص جديدة للاستثمار إيطاليا رمت بثقاليا الاقتصادي للولوج إلى الأسواق الأفريقية عبر بوابة الجزائر مشروع انضمام الجزائر إلى البريكس سيتيح فرصا جيدة لنا ولهذا سارعت إيطاليا لتقوية استثماراتها في الجزائر على ضوء حضورها في سوق التبادلات الأفريقية الحرة رؤية وآفاق جديدة شعار وطبعة الرابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي مناسبة تراهل السلطات على جودة المنتج المحلي وتنويع الصادرات خارج إطار المحروقات الانضمام إلى مجموعة البريكس وهو تحدي الأسمى للاقتصاد الجزائرية تعول الجزائر على هذا الحدث الاقتصادي في تعسيز التنافسية وتحسين الجودة وتسويق منتجاتها وإبرام شركات اقتصادية والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير تحديات تفرضها رغبة الجزائر في الانضمام إلى منظمة البريكس أعتقد أن ما وصلت إليه الصناعة الجزائرية يليق بها أن تفتح وتستهدف أسواق على الأقل أسواق الجوار في عمقنا العربي الإفريقي ولما لا في بعدنا المتوسط أيضا إيران وكوبا سجلت حضورا لافتا من خلال عرض آخر التكنولوجيات والخبرات في ميدان الطاقة المتجددة والطب الحديثة نحن موجودون في الجزائر لعرض المنتجات الإيرانية في مجال الطاقة المتجددة ونريد أن نساهم بقوة في الاقتصاد الجزائري ونعرض تجربتنا للجزائريين أيضا هناك تعاون خاص بين الجزائر وكوبا نعمل هنا منذ ستين سنة والآن نعمل على برنامج طب العيون والأعصاب وطورنا الأبحاث على مدى خمس سنوات في هذا البلد وفي موازات مساعيها للاندمام إلى البريكس قدمت الجزائر طالبا رسميا للاندمام إلى منظمة شانجهاي بصفتها عضوا مراقبة سوفيان مراكشي العاصمة الجزائرية الميادين تذكير بالعنوين في ختام جولته الخليجية عبداللهيان يدعو إلى آلية للحوار والتعاون مع دول المنطقة ويكشف عن طرح مبادرة لإنشاء منتدى يجمع الدول المطلة على الخليج لكن لن يقول أن بوتين على اطلاع بكلام قائد مجموعة فاغنر ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المغرب يعلن تأجيل منتدى النقب ويعز ذلك إلى الأجواء السياسية غير المؤاتية وإلى مشاكل في جدول الأعمال اتسار رقعة القتال في أنحاء السودان مع نشوب الشبكات في أمدرمان وخرطوم ودارفور وكوردوفان الدول الغنية تتعاهد تقسيس 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ في الدول النامية بختام قمة المثاق المالي في باريس باللغات العربية والانجليزية والاسبانية المايدين دوت نت موقعنا على الانترنت موجزون اخباري على رأس الساعة